البشير يحنى هو اللي تميز بهذا الفكر وهذا الإعلان ولسيما أنه الكتاب طبعا بوحي من الروح القدس يعني يحنى كتب في زمن لاحق متأخر وركز في كتباته على الكلمة سواء في بشارة يحنى أو حتى في سفر الرؤية بسم المسيح كلمة ويدعى اسمه كلمة الله مش بس يعني لقب عمل ولكن هو كلمة الله هذا واحد من أسماء المسيح نعم قلنا البراهين اللي كان يجب أن تقدم لنا علشان نعترف بأن المسيح هو كلمة الله أنه يكون كلي المعرفة وكلي القدرة وكلي الوجود وهذه الكليات التلاتة ظهرت بوضوح يعني احنا نعرف في إنجيل يوحنى أنه وصلوا خبر أن لعاذر مريض لكن هل من غير ما خبر يوصله هو ما كانش هيبقى عارف الحقيقة لم يصل خبر بأن لعاذر مات لكن دون أن يصل له خبر هو كلي العلم قال للتلميذ لعاذر حبيبنا قد نام فقالوا إذن يوشفه قال لهم لا قال لهم طراحة وعلنية لعاذر مات طيب وانت حد قال لك أنه مات هو مش محتاج حد يقول له لأنه هو كلي العلم لكن الأعجب قال أنا أذهب لأوقظه هتقومه مش من النوم لكن من الموت وبعد أربعة أيام مارثة ومريم يقولوا له قد أمتن الحكاية خرجت من إيدينا تماما لكنه كلي القدرة وثرخ لعاذر هل أم خارجا بعد الشرح يقولوا لنا أنه لو ما كانش قال لعاذر وهو فيه مكان لدفن الموتة لو كان قال هل أم خارجا كان كل الموتة آموا لكن هو حدد لعاذر علشان لعاذر فقط له إحنا قدام من هو كلي القدرة حتى الموت ما يخلبوش هو كلي الوقود وإنجيل يحنى بنشوف في الرب وهو بيقول لني قد يموت في يحنى ثلاثة بيقول له ليس أحد تعاضى إلى الثماء إلا الذي نزل من الثماء ابن الإنسان مش الذي يكلمك هو لكنه نقول له ابن الإنسان الذي هو في الثماء طب هو أنت على الأرض ولا في الثماء هو ما ليه كل الوجود هو فيه كل مكان بالفعل قدم المسيح البراهين الكافية اللي نخلينا نقول بملء الفم هو الكلمة وهو الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر